انت كانت علاقتك كيف من نجوم النادي الاهل الاول كلها؟ كل يعني على اكمل ما يكون يعني كان صحابي كل يعني انا من جيل مثلا صراح حسني وانور سلامة وهاني مصطفى الجيل ده كنا مع بعض شريف مذكور كل ده كان جميل يعني اقول لك يعني لا وشريف بالذات كان في علاقة كبيرة برضو مع شريف علاقتك كانت بكبت وصالح سليم ايه؟ جميلة وصالح كان بالنسبة لنا برضو كدوة يعني صالح سليم مستر وكان حاجة جميلة على فكرة اللي ما عرفش الكابتن صالح كتير وصالح يعني كان ساعتي يتهم انه هو متغطرس انه هو بالعكس هو بس صالح سليم ما كانش يحب الدخلاء على الكورة ايه وصح كان يحب بتوعه الكورة يعني انا قلت منقولة يا كابتن علي اللي ما تعملش مع الكابتن صالح سليم ما تعملش مع اي احد ما عرفوش يفتكر انه هو بالعكس بالعكس هو وفير لابعد الحدود يا حقيقة يعني فير لابعد الحدود حتى لو على نفسه الراجل فير وبالعكس الواحد يعني بصراحة انا بشوف انه صالح ارتقى حقيقي لانه برضو فطرة معينة كان لعيب الدخلاء تبص تلاقي ما كانش نجم مجتمع نعم يعني الوقت لعيب الدخلاء نجم مجتمع نجوم مجتمع والبدأت من صالح سليم صالح عمل يعني ارتقى حقيقي يعني لازم اقولها ارتقى بقيمة اللعب الكورة بكل تأديئ انا حتى وقتا قلت انه انه زي ما عبدالوهاب ارتقى بالفن والفنان لانه برضو الفن كان زمان يعني اي حد يخش الفن الى ان يظهر عبدالوهاب برضو كورة لغاية ما ظهر صالح سليم ارتقى غير فكرة الناس حتى عمل فكرة بالضبط كده مش عايزة كلامك طب كابتن علي انت كنت قريب قوي من الانتقال للنادي الاهلي فترة من الفترات هل بالفعل اتعرض عليك انك تروح النادي الاهلي وهل خفت من حيط جمهور الاسماعيلية ولا ايه بالضبط لا النادي الاهلي النادي كبير طبعا وكل العيبة ورضى اللي ارحمه مضى في النادي الاهلي نايا رضى مضى بالفعل في النادي الاهلي محب بيه كده لكن يحضرني برضو كان ايه دور قالهوني كانت عبدالصالح نفسه وقال انا معرفته جاء كمال اخو رضى قابلني وقال جمهورنا هناك ومش عافين نعيش فرجع ورق رضى للاسماعيل كانت عبدالصالح حكالي هذا الامر يعني رحمه الله عليه وسمعته منه شخصيا فانا فترتك يا كابتن مصطفى زي ما قلتلك النادي الاسماعيلي كان هو الممثل الوحيد في فترات كتيرة اللي هي فترة من 67 لغاية اول السبعينات كان النادي الاسماعيلي هو المنتعش وهو المنتشر وهو اللي بلعب في افريقيا وبلعب في الخليج فكانش بصراحة ما نماشي الى زيني ان انا ليه لان احنا بالعكس احنا وقتها كان الكابتن صالح لعب للاسماعيلي وكان كابتن النادي الشيخ طالح لعب للاسماعيلي رفح فتنجيل لعب للاسماعيلي هاني مصطفى لعب للاسماعيلي اسماعيلي كان وقتها في قمته ريعه لعب معانا دوري وافريقيا يعني ريعه واخدنا كاس دوري كان معانا ريعه وفطولة افريقيا ريعه لعب المتشط كلها نعم يعني ما كانش فيه حسيات دي وفي نفس الوقت انا بصراحة ما فكرتش خالص انتقل ليه لان انا شايف ان كل حاجة النادي اسماعيلي كان في قمته وقتها نعم وكان النادي يعني يعني جاذب جاذب للنجوم يعني زي ما قلت ما فيش لعب متشاز لجالع مصطفى لعب رمي خليه رحمة الله عليه نجوم كتيرة كان هو الرونق في نفس الزمن ده بالزبط فدي اللي خلت الواحد طبعا ما كانش عندي اي تفكير ان انا اخرج برا الاسماعيلي برا الاسماعيلي كابتن علي اول مكافأة خدتها في الكورة كانت كام اول مكافأة يعني في الاجبال طبعا كانت حاجة بسيئة يعني ما كنت تلعب اجبال انما كان مثلا انهم بتطلع فريق اول بتكسب مثلا المكسيبنا مثلا تكسب مطشات كبيرة زمالك اهلي كده بتاخد عشر جنيه عشر جنيه اه دي يعني دي يعني العشر جنيه ممدنا اه لا بس خد بالك اه كابتن مصرح احنا خد بكتورة افريقيا ايوا كل عم خد مك جنيه مك جنيه اه كانت حاجة كبيرة بس وقتها مك جنيه كانت تساوي طبعا طبعا كانت تساوي طيب